نقطة مهمة جدا هل تعتني بجسدك؟ هل تعتني بهايكة لله؟ يعني لو أنا بأكل حاجات كتير بلخبط في الأكل وبتاعه وقل يا عمي كله وأكل وأدوس ووسة من البلدي والناس اللي بتحب الباتشة كتير وكل أنواع الأكل كده وحتى القطول أو المخدرات تدخين كل الحاجات زي كده أي حاجة أنا بتعامل مع جسدي وأنا بأهمل ده إن لو أنت بتفسد جسدك وكمان طبعا حاجات زي الخطايا الجنسية لأن كل الخطايا موضوع لكن الخطايا الجنسية دي حاجة مرتبطة بالجسد فسيفسدها الله الكتاب يقول كده فالجسد لازم تعتني بالجسد ده